خليفة عبدأ معك بأنه النهاردة المباراة زي ما قال فيتوريا نفسه ونم كانتش مباراة من السلام وكانتش أحسن حاجة أنه فيه ظروف كانت صعبة وإحنا شفنا حتى في المباراة أنه هدفين صحيح سجلناهم والحمد لله أنه كان عندنا توفيق النهاردة ودي حاجة مش عيبة أنا عشان بعض الناس يقول لك إيه نكسمنا بالحق حلو حظ يا ليه تيبدل معنا على طول بس راهم كده السليلون برضو كانت خطيرة علينا النهار دي حقيقة إحصيات اللقاء بتأكد ده ولكن خلينا نقول إن إحنا إيه خلينا خضنا التصفيات دي بقى ناخد شوية من الطريقة التونسية بيكسب على طول الفرق البي والسي اللي معاه في المجموعة واللي كذا بحاس ما حدش ينفسه لو إحنا حطنا إن إحنا بينفسنا وبينكسنا كده بوركينا فاس وممكن غنيا بساو فكواس جدا إنه نفوز على كل الفرق اللي هي سيرليون على جبوتي على أسيوبيا مش يعني كنا بنفسر من دول وبنكسب الاي والبي علشان أم يجي ممكن ماتش زي بوركينا ممكن 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 ماتش يدايقني حاجة زي كده فريق مؤهل إنه هو يدايقك ميبقاش عندي مشكلة صح فكويس وكون إن إسيرليون مش فريق ضعيف جدا ده معلاء إنه هو ممكن يدايق بوركينا يدايق غنيا بساو فممكن دبقى فرص فأنت خدت منهم نقط فلما تروح على بوركينا أو غنيا والله يتعدلت مع دا وتعدلت مع دا ويجمعته نقط كتير فمش مشكلة فالفوز النهاردة رائع ست نقط رائع ست نقط رائع ولكن بعيد عن النتيجة لده الفني مقلق مش في تنصفات كاس العالم مقلق لكاس الأمة الأفريقية اللي هي قريبة جدا ليه بقى؟ تعالوا نبص على إحصائات اللقاء يا كريم حتلاقي إن إسيرليون أول صورة معانا فيها إحصائات اللقاء حتلاقي إسيرليون راحت بعدد كبير جدا من الفرص والمحاولات خلينا ماشي دي المحاولات دي محاولات مصر عادينا محاولات سيرليون عادينا الفولدر اللي هو بتاع سيرليون اللي هو في محاولات سيرليون كانت أكتر من مصر وفيها فرص خطيرة الـ XG بتاع سيرليون نفسه كان اللي هادف المتوقع سيرليون وصلت لـ 4.6 من 10 أهيل بص يا كريم وصلوا معدد فرص 17 محاولة منهم على الجون الـ XG كان 4.8 من 10 حوالي 5 أهداف أكبر من XG بتاع مصر اللي هو الهدف المتوقع الهدف المتوقع فده علامة خطورة وخاصة يعني احنا هنقول تصفات كسه عام لسه بدري قوي إنما كسه الأمم قريب وخصوصا الموضوع الدفاعي في منتخب مصر لا كان فيه نقط نتكلم عنها كتير محتاجة من فيتوريا بصة تانية تعال نشوف مثلا هو سيرليون كانت بتلعب ازاي بتتهمت جدا على الأطراف يعني تعال نشوف الصورة اللي بعديها بقى محاولات سيرليون ده الـ XG الهدف المتوقع سيرليون علية جدا حتى فخر مبارا هم عشرة لعيبة يعني ده هو الصفر الأحمر ده اللي هو ما سجلوش ولكن معدل الفرص زاد جدا في الوقت الأخير نبص على الصورة اللي بعديها برضو حتجيب لك إن هجبات سيرليون كانت بيسل خطورة الكرة الخضرة كل ما تكبر معناها إنها حاجة خطر الرصاصي دي في القايم عدد كبير من المحاولات كان على منتخب مصر لا ياليق بدفع منتخب مصر لشأنه ده ده كان بيصد من المسافة صفر صح يعني استعدوا صور من المسافة صفر فيه كرة في الآخر كنت نسمع فيها مع كامتر إسليمان صعوبتها إنها قريبة جدا مش لشأنها كرة حلوة كرة ضعيفة بس صعبة جدا بالزبط نشوف الصورة اللي بعديها احنا معاناها شوية صور ده بقى طريقة لعبة إسراليون يا كريم ده عدد البصات اللي أكتر من خمسة من اللعبة حتلاقي إن إسراليون بتعتمد كتير جدا على أطراف الملعب وإرسال كرات عرضية وخصوصا التجميع كان بيتم بناحية الشمال يعني لو الناس تتركز ما فيش لينك ما بيتم بين العمق والمهاجم ما بيتبناش لا هي الكرة بتروح للطرف بتتحضر وبيتم إرسالها للمهاجم عن طريق أطراف الملعب وخاصة الجبهة الشمال مشكلتنا بقى الجبهة اليمين في مصر دفاعيا كان فيها محمد هاني والمساك اللي جنبه علي جبر اللي هو محتاج وقفة مع نفسه شويتين تلاتة والمسادة من النيني ما كانش أفضل شيء وزيزو كمان ما كانش بيرجع بشكل كويس مع محمد هاني فكان الجبهة اليمين فيها مشكلة تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها هتوضح لنا الجبهة اليمين في منتخب مصر ده الشكل اللي مصر بدأت بيه اللقاء زيزو هنا واخد الجانب الهجومي في الجبهة اليمين عشان العملية الكبيرة الجميلة اللي بتتم بتحرير صلاح ولكن ده سبب ضغط شوية على الجبهة اليمين لأن محمد هاني ما كانش في أفضل مبارياته النهاردة وعلي جبر اللي هو المساك اليمين ما كانش في أفضل حالاته النهاردة فيتوريا عمله في الشوط التاني نشوف بقى الصورة اللي بعدها على طول هنشوفه الإصلاح برضو لأن فيتوريا عجبني جدا هو طبعا الأوضر دي التغييرات ولكن اللي جه ناحية محمد هاني في الشوط التاني كان حمدي فتحي وده سبب أن سيرليون توقفت على الخطورة حتى نهاية اللقاء يمكن آخر آخر دقايق شوية هي اللي رجعت سيرليون للخطورة تاني ورجعت من الناحية الشمال على فترة صح من ناحية آآ محمد حمدي فنروح لآخر الصورة بقى عشان يعني بقى خلصنا سيرليون دي محاولات سيرليون هتحس إن هي كانت بدأ كويس عادي ولكن الشوط التاني نجحت مصر إن هي تقلل خطورة إلى نهاية اللقاء نهاية اللقاء دي علامة استفاهم ممكن يكون آآ التطمئنان زي دي اللي هي تكتل لقاء اتنين صفر وكذا أو ممكن برضو علامة استفاهم على الأداء الدفاعي لباكين الطرف النهاردة سواء محمد هاني أو آآ محمد حمدي ولكن زي ما قولنا كده قلبين الدفاع محمد عبد المعلم إحنا عارفين إنه مستوى كويس وسابت لأ قلب الدفاع التاني مصر محتاجة واحد من حجازي أو الوينش يرجعه أعتقد حجازي أقرب إن شاء الله أو نقلف في دفاترنا بقى اللعبة اللي بتلعب في الدولة المصري أسامة جلال يبتدي يسأل باتشيكو السؤال واضح وصريحة أنا ما بلعبش ليه إنه أسامة جلال أنا بشوفه عنده يعني بوتنشان إنه هو يبقى هو الجنب محمد عبد المنعم في ظل إنه علي جبرم مع حتة السن الحاجات دي فقد شوية كتير هو مستريع مع السن كمان بقت الترنت ما بقتش أفضل شيء فمحتاجين إجابة على المساك التاني اللي يلعب جنب محمد عبد المنعم عندك حقيق مليون فيما بس هقول لك مرحوظة بسيطة جدا أول حاجة هو فيتوريا في المطاول الصحفي قال لك إنه بعد ما الراجل اقتحم الملعب دوت المشجع اللعيبة فقد التركيزة وده حصل بعد ما المشجع أبوه ممكن ده تفسير الدعي الأخيرة وإن كان ده برضو مش مصبوط يعني شوفه التركيزك يروح تانية حاجة يبقى دي الأهم أنا مكتنع إنه المباريات الصعبة هتلاقينا مركزين إحنا مدنعب المباراة بحجمها التجهزة الدفاعية هتلاقيه أكبر بكتير وده حصل في مباراة الجزائي إحنا كنا بنشتغل دفاعين كويس وإحنا بعشر لعيبة كمان لا يعني فأنا أتصور إنه في كلاس الأمم الأخطاء دي مش تبقى موجودة وفي مباريات صعبة ممكن ما تلاقيش كمان زيزو موجود عشان هو بيبقى محتاج اللعب التالي في نص المال يكون يساعد من ناحية اليمين فممكن في مباراة صعبة تلاقيش يزيزو مش موجود يبقى مثلا حد بالمدافعين الأقوية هو اللي موجودين وارد وارد هو عنده تنوع في خط الوسط يقدر يستخدمه أكيد أكيد يعني